واشنطن الجديد كمان في حفل التنصيب ده ان واشنطن تحولت الى قلعة عسكرية من اكتر من اسبوع وفي اجراءات امنية مشددة جدا اكتر من 25 الف شخص من الحرس الوطني كان بيامن هذا الحدث المداخل والمخارج اتقفلت وكان في حتى تفتيش لأعضاء عناصر الحرس الوطني فده هيكون ملفنا رئيسي النهاردة وده لها هنتناقش فيه مع حضراتكم من اكتر من زاوية الداخل الامريكي ده يستعد ازاي لاستقبال الرئيس الجديد جو بايدن ازاي هيتعامل مع ملفات الشرق الاوسط انا عارفة طبعا ان احنا بنتكلم على موضوع الشرق الاوسط من يوم ما نجح جو بايدن لكن الحقيقة ناس كتير بتقول انه كلام قبل التنصيب حاجة وبعد التنصيب حاجة اثناء الانتخابات حاجة وبعد الانتخابات ووقت ما يسكن البيت الابيض حاجة تانية فهنتكلم ايضا على توقعات تعامل ادارة جو بايدن في ملفات الشرق الاوسط